قال المفاوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا قال إن القصف المستمرة في جميع أنحاء قطع غزة أدى إلى أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ عام 1948 وأوضح المسؤول الأممي أن ملاجئ الأونروا أصبحت مقتضى بالنازحين الذين يفرون إلى كل شيء يفتقرون عفوا إلى كل شيء مثل الطعام وإلى النظافة الشخصية خصوصا في الظروف غير الإنسانية التي يعيشونها فيما تنتشر الأمراض وتقترب المجاعة بشكل سريع